وده شاطئ ايه ده كمان? الشاط ده اسمه شاطئ كالفورنيا. كاليفورنيا? ايوة كاليفورنيا. يا ابني ده احنا لسه في مصر. لا الشاط ده احسن شاطئ في اسماعليا وارخص شاطئ في اسماعليا وللعائلات. تعال اوريك المكان. عجبك هناطع دساكر ما عجبكيش. هروا نشوف اي شاطئ ما غيره. طب يلا بينا. لو قد نيز اللي وحده زي اطلع ابني هنا. اطلع. عليكم السلامة استاذ نورة المكان. اطعى الدساكر هنا ولا جوا? لا ان شاء الله هنا بس استاذ انور هو تتفرجك عن مكان وبعد كده ايه? لو عجبك المكان تيت اطعى دساكر. نعمل ايه? خلاص نتفرج الاول والعجابنا نعط. خلاص هنخش اسمه الاستاذ ايه? استاذ انور. ماشا استاذ. سلام عليكم. استاذ انور. اهلا استاذ محمود. يا رايد. ايها حضرت اقال ليه? هو انت موجود يا استاذ انور في كل الشواطئ اللي هنا? كل الشواطئ اسبال. ولا طيب منظرين ده. لا هو. انا موجود يا استاذ انور. انا بقى عايزك تفرجنا على الشط ده من حيث المكان والنظافة والحمامات والشالهات والكافيتريات. وانا عارف ان انتوا عندوك كل الحاجات دي متوفر ولا انا بقول ايه? كل ده متاح ان شاء الله متوفر بس نبدأ اول حاجة بالتسكرة. ايه اهم حاجة سعر التسكرة. اهم حاجة سعر التسكرة. سعر التسكرة 40 جنيه يا فندم بتاخد كرسي وشمسية من ضمن التسكرة. ستنا ستنا تقولت ده سعر التسكرة كم? 40 جنيه. دي من غير الك الكراسي ولا الشمسية? الكراسي والشمسية حضرتك. طب والاطفال? الاطفال اه فري كدو. يعني ايه فري وكدو? يعني مجاني. يعني خشوا ببلاش? ايبا. ببلاش. ماشي اصلا. حس كده احنا بقى ايه? شكل بداية مباشر. طيب. حضرتك عندنا بقى مطعم داخلي. تمام. تمام? نكة كافترية على البحر. وفيه كافترية خارجة ليه شعبي. تمام. حضرتك ما بتحبش تقعد مسلا الكافترية على البحر تطلع تقعد هنا براحتك. تمام. 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 عندنا شلي خضرة. تمام. وكتلع فيها تقعد براحتك انت والاولاد براحتك. تمام. تمام. فيه العاب مائية. تمام. طبعا بخلاف فقى المية حاجة جميلة. طب احنا مش قلت لنا. والي اهم من ده كله. اه. الحمامات انضف حمامات على مستوى الخط كله. بس اخلي بالك انا باخد كلامك سكة. طب بص يا استيزانور. طب بص يا استيزانور. انت بقى ايه? نبدأ بقى انا هنبدأ بيه الاول. نبدأ بالكافترية الشعبي. نبدأ في الكافترية الشعبي. تعالي نبص عليها ما كد كده اقرابة? اقراب. طب يلا بيحق. فضل حضراتك. دي اه اه. كافترية الشعبي اللي قلت حضراتك عليها في الاول قبل ما حضراتك تخش من على البواب. يعني هي ادي الكافترية الشعبي. الكافترية الشعبي ممكن تخش حضراتك جواه الوقتي. حتب عايزين نتفرج عليه من جواة. اتفضل حضراتك. بقى الفانديم الكافاتير يا الشعبي اللي قلت حضرك عليها. اه الهدوء كله الجمال كله معمولة زي ما حالك شايف كده من التراث القديم. تمام. بسرحة روعة جدا. عجبتك? اه طبعا. يعني انت تسيب قعد البحر وتيجي هنا? ايوة حس كده بالاجواء بتاعة زمان. يعني حدي وبجاي يقعد على البحر يجي يقعد هنا بعيدنا على البحر. يا ابني لما عوز كده بقى سعة العصاري كده استعيد الذكريات كده بتاعة زمان قوي. ايام جدي وجد. ما شاريب سخنة ما شاريب بردة كل اللي انت ع حضرك عايزة هتلاقي متاعها. في حاجة عجبكة جوه هنا? اه المشنة اللي هناك دي ممكن. عايزة تصور عنها? يا ريت. طيب تعالي. بعد ازنك والساس تعالى صورني هناك. ما اتفضل حاضر. بعد ازنك والساس انا اريد اطلب منك طلب. تحت عمرك. خد تليفوني. تمام. صورني بس الصورة جنبها. تحت عمرك حاضر. اتبسطت يا ستي? اتبسطت جدا. بعد ازنك تتريفونا الصورة. طبعا. ماشي. يلا بينا. يلا. تبدو رؤية الصورة انا ده اتفرجنا ع حاجة تاني? اه المساحات الخضرة بقى دي اول حاجة هاورها لحضركة. تمام. تمام. اللي هي ايه بقى? اه ده مكان حضركة تقعد فيه بيتستجم. الاولاد عايزين نلعب ومسلا حوالين منك كده وانتهاي لعب وكورة لعب و اي حاجة توبقعد مساحات خضرة. ودي امان? امان طبعا. كل حاجة هنا عندنا امان. طينا بص عليها. طب احنا كنا بينا بص على المية و احنا ايه. طب ماشي ودينا بنتفرج. بنتسالسل حضرتك و احنا ماشي. طيب ماشي. طب ماشي. طب ماشي. طب ماشي. طب ماشي. الجمل ده استوزانور. اه تسلم. اه ده المكان المسطح الاخضر اللي لطي حضرك عليه. تمام. ده خاص بالشالهات. المكان ده عجبك. جدا. عشرفت بقى انا بقول لك شط كالفرونيا. اسمه ايه? كالفرونيا. كالفرونيا. اه حضرتك عايز تطلع بقى بالليل اه بتربيزة وكرسيين كده وتقعد. تمام. عايز تتعشى في المكان براحتك. تمام. عايز اه بالنهار او العصرية كده. امسك بقى في الحتة دي. تعدي ايه? العصرية. ايو. ايو. هنجو انا يمين ما احنا طوله نار بناستعامة في البحر. ماشي. ماشي بعد كده لما نجي نتغدى اكلة السمك الحلوة بحبها كلها في الهوائي الطلق. انا عارف انت تحب الهوائي الطلق. تمام. اكل ورمي العظم كده. ايه المهم? تمام. دلوقتي لو قاعدت حد يقول لي. انت قاعدة هنا ليه? وممنوع الاكل هنا والكلام ده. يا فندم ما حدش يقدر يقول لحضرتك قاعدة ليه وبتعمل ايه? المكان مكانك? وبروحتك خالص افن. تمام. يعني اتفقنا على شطة كلونية كلونية. انت كمام ما تكسفناش اسمه كلفروني وانت جاي بني مش عارف اسمه. طيب يا استاذ. احنا شوفنا دلوقتي العرفنا سعر الدسكرا. وعرفنا المطعم اللي هي الي اسميه. الكافاتيريا الشعب الكافاتيريا الشعب. وشوفنا الجين هنا بتاعت الشلاهات. مش هتورينا الشلاهات. نشوف الشلاهات ولا الميا? نعمل ايه? نشوف الشلاب. لا خلا نشوف المياه الاول. اللي احنا جاينا عشانها. طب. وعد كده? طب نشوف الكافاتيريا اللي ع البحر. هو لازم يخلي فتعرف الركل ده ماله. ماشي يلا. شوف الكافاتيريا ع البحر. صدع. بص بقى يا فندي. تمام. المكان ده. المكان ده باركينج. او بيسموه البلد كده جراش للعربيات. تمام. يعني حضرك جايبة عربية. تمام. تقدر تركنها. جايب اوتوبيس. تقدر تركنه. اي مركبة حضرك جاي بيها انت متعرفش احنا ركلنا فين? احنا ركلنا بعين. احنا ركلنا برا استاذ. المساحة زي ما حضرك شايف كده. يعني انا مش هزيب عربيتي برا? لا عربيتك هتبقى موجودة. هتبقى بقى الشط? والبوابة بتتقفل. طب وفي كاميرات في الجراش? في كاميرات في الجراش وفي كاميرات عند الشريهات. طب سؤال بقى. ما حد بيحروس ده? في ناس موجودة طب دلوقتي يا استاذ لو معي عربيتي حد هيخد عليها فلوس ان هو يعني خلي بالو انا. ما فيش الكلام ده. اتكلم جدا يا استاذي يعني انا لو فكرت كده ابعت للفوق بتاع الزميلة كلهم ييجوا. ينوروا يا فاني. الفوق ده. الفوق دوت. هيجي وهيركن والسواقة هتعملوا معا ايه? السواقة يتراد يا فاندم هو ماشي. هو ماشي? وهو ماشي بيتراد. طب خلاص استاذي انا بقول ان احنا نشوف الكافترية. ما فيش مشكلة تختام رجل. ما عالكافتري? ايه. ودي بقى الكافتريه الداخلية ايه دي الكافتريه. اه. اه و dando. استاذ احنا. اول مسؤوله عن الكافتريه مسؤول لها اي حاجة. مهندس. سامو علينا. حضرتك المسؤولة عالكافتريه هنا? اه ان شاء الله. مسؤولة كافتريهوية شوية. شويت سمك هنا? فيه شويت سمك. مين? مالبحر السمك ولا مجمد؟ طلع من البحر على طول الشوية شغالة؟ شغالة يعني لو حد ما عايز يطلع يجيب غدا من بره؟ اه موجود معنا هيجيب غدا من هنا؟ اه موجود معنا طب ماشي المطاعم اللي شغال هنا ايه؟ معنا سمك و معنا فراخ و معنا جميع المأكلات اللي جاء طب والمشروبات اللي هنا الأسعار زي بره ولا زي؟ نفس بره أنا شايف الناس كلها مبسوطة وشايف الناس كلها تمام؟ ماشاء الله المشروبات وكل حاجة نفس بره بصد هو الشط اسموه؟ كاليفورنيا كاليفورنيا اه الأستاذ أنور قال لي ان سعر الدسكرة 40 جنيه 40 جنيه شاملة الكورس والتربيزة والشمس الشمسية وكله طيب ماشي طيب ماشي دلوقتي انا شايفها ميوهات اه يوجد جميع الميوهات اللي تخطر على البل حالة تخص البحر موجودة هي طب سؤال اخير يا أستاذ ايه العربيتين دول؟ دي عربية فشار و وعربية حلبسة يعني عربية فشار وعربية غزل البنات غزل البنات غزل البنات يعني غزل البنات عايزة غزل البنات؟ اه حاجبك خلاص يا أستاذ أحمد متشكرين جدا متشكرنا عن المقابلة احنا بنبص على المكان لو عجبنا حناخد شاليه ومين طب احنا دلوقتي أستاذ أنور أنور صح؟ اه تمام اتفرجنا على يعتبر الفاتيريا الخارجية وفاتيريا الداخلية تمام شوفنا المساحة الخاضرة شوفنا الباركينج بتاع العربيات تمام تمام دلوقتي ممكن نشوف الشاطئ طب نشوف الماء ولا ايه؟ لا نشوف الماء طيب مشايل الله نشوف الماء ده بقى الشاطئ زي ما حدوك شايف كده؟ جميل بسم الله ما شاء الله صلى الله لا لا استنى استنى ايه جا ملوى الحلوة دي؟ ايه الماء الصفية دي؟ جميلة الماء طب والله أحلى الماء شفتها في اسماعي بيه؟ والله يا أستاذ والله يا أستاذ الشط ده وريني كده الرملة دي؟ اه ده الرملة رملة حيرشة الرملة دي يا صيزة اناور غيرنا حشة مش صناعية اللي بتنزق في الهدوم لا 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 ايه وبعدين الشط ده في راحة نفسية غير طبيعية جدا وشوية هوا؟ وفي شوية هوا هنا وصيزة انا ورية جوة والألعاب الماء بقى زي ما حدوك شايف كده؟ لا ده عندها لسه نتفرج على الألعاب الماء بقى لوحدها ونشوفها في عندكم هنا أمن الأطفال في أمن الأطفال وفي مونكزين عشان برضو الأطفال لو دخلوا طيب بالنسبة للعائلات مفيش مدايقات مفيش لا لا يعني هنا الشاطي ده عصن شاطئ عائلات لو في حد مسلا جاي مع حضرتك يخصت حضرتك يبقى حضرتك المسؤول منه تمام أنا مليش دوا به تمام تمام والمكان زي ما حضرتك كده شايف فيه أماني يعني فيه أطفال بتجري ايه وفي ناس قعده وشايف تفعل من هنا أسر 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 ترى كلهم عائلات هنا أسر تب ممكن أنا أطلب من حضرتك طلب أنا عايز أتكلم مع الراجل اللي واقف على البدلات ده سأله على حاجة بس مفيش مشكلة تساوي لا أنا عايز الراحة سأله على حاجة تمام تفضل يلا السلام عليكم أستاذ عليكم السلام حضرتك اللي مسك البدلات ده مسك البدلات أو الأمن بتاع الشاط ولو حد بيغرق ولا الكلام ده بننزل نجيبه على طول طب وحضرتك إيه اللي انت لابسه ده لايف جاكت يعني لايف جاكت عشان لو حد بيغرق وما بيعرفش يقوم بنجرع على طول طب أنا الظنور هو حقيقي زي ما أنا قريت عالباوا برا إن الساعة بتاعة البدل هنا بسبعين جنيه بس الساعة بسبعين جنيه بس بكام بسبعين جنيه تحفة لا بسبعين جنيه طب أقولك إيه بعد إذنك لو أنا قعد على طرابستي وبتكلم وإبني حاب يلعب هنا وبعدين أنا نسيته يعني سهيت عنه تمام أنا بقف هنا يعني دي شغلانتك حضرتك أنا شوفت حوالي خمسة ستة لابسين نفس اللبس ده آآ لا يعني عشان نمزل على طول نجيب طب ماشي يا أستاذ إحنا اعتبر شوفنا الميا وشوفنا المكان وشوفنا كل حاجة أنا عايزة شوف الحمامات قبل ما أشوف الشليهات لأن الحمامات مهمة بجدا الحمامات مهمة تمام عايزة شوف الحمامات الرجالي والحريمي هقولك ليه؟ عشان إحنا أممكن مثلا بعد اليومين دي نجي نخطف يوم كده تمام مفيش مشكلة انت فاهم؟ يلا بينا طيب يلا بي متفضل أساك ولا ولا عجبك المكان يا فانتم والمياه؟ البحر التحفة والمياة تحفة والألعاب المائية تحفة والأسعار اللي انتوا بتاعت الألعاب المائية دي جميلة 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 حقيقة عجبك المكان؟ تحفة وإيه المكان ده؟ فين المكان ده؟ المكان ده مظلة بنسميه لليوم الواحد الناس اللي هي جاية ملهاش مثلا شليه أو مش عايزين هنا بتيجي تصايف وهم واحد وتمشي يوم واحد وتمشي ومش عايزين مثلا يعودوا تحت الشماسي فبيعودوا هنا في المكان ده كويس قوي 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 في ناس بيتحبش فعلا تنقض على البحر مباشرة او يعني انا على فكرة يعني المكان ده في اللي ما يكون في شمس بيكون ضلة كده وكويس الشمس ما بطولوش خالصة فانا طب وبرده لو طلبت حاجة وانا قاعد هنا الكافتيريا بالجبال نا شريب كلها بجي لحدرتك وف مكنك بنفس السعر يعني مش لازم بقى روح عايز في الكافتيريا يعني مش عايز سيب إيالي وراح عايز لها لا لا هو اللي حضرتك عن عايزوا بيجي لك زي ما انتاع عادي لم ي viel اي اين ناس بقى بالها من الشتوب ومن المياه ق Perk Leah انا عايز بقى ابص حى الحمامات مهمة مهمة جدا الحمامات الحمامات الاول اي عايز لم يكون حمامات رغي those people والحمامات الحريمة خلاص ..إنت سوف تורה في الحصول بطرفة اللواج Любوس وتطورت على حمامات تسRI ... الكgie أنت سترك الحمامات و spirits to the child سأدخش في حمامات ت imperواب noch و أنتهى hold very little طيب عليهم في نفسك و أم شاحبهم ما نعم كان عليك ندخل الحمامات من خutes ك Jun Weihnounds بحث نظري من وجهة نظري أنا شايف إنهم مهتمين جداً جداً بحمامات الشاطئ ولما دخلنا الحمامات الحريمي برضو الحمام الحريمي متشطب أعلى تشطيب أنا أول مرة أدخل شط والأيوم فعلاً أهم حاجة عندهم نظافة الحمامات تمام أفندم؟ تمام أساس قد أنا طالب صغيرة عندك بس؟ أمورني إحنا عايزين نشوف بقى الشليل هو الستوديو الصغير الصغير أنا مش عايز الشلي كبير أيو خلاص؟ تمام أورني حضير ممكن تفرجني على واحد؟ تمام الشلي اللي أنا دخلته كان مراوح لأن في شليات تانية مكيفة بس كان فيها ناس الشلي عبارة عن غرفتين قودة نوم وقودة أطفال وحمام وطبخ وما فيش صالة ده بالنسبة للشليل الصغير لنما الشليل كبير بيبقى قطين وصالة وحمام وطبخ كل الأجهزة الكهربائية موجودة الشاشة والتلاجة والغسالة والبتجاز وده كان الحمام عجبك الشليف عندك؟ عجبني جداً أستاذها نورا عجبك الشليل؟ جداً يعني ناخد حاجة هنا؟ ناخد حاجة ماشاً مين ده؟ ده حاجز هنا أسبوع حاجز هنا أسبوع؟ أه بص المكان أمان سيب المكان مفتوح عاية ماشا الله قلتي إيه؟ خلاص حاجز لنا خلاص طيام لا كفيه أربعة طيام عشان شغلي بس نيجي تاني هنيجي تاني في شهر السبع واحد طب يا أستاذ دلوقتي الإجراءات الإجراءات إن شاء الله هترك تيجي معي على البوابة اشنان على البوابة؟ على البوابة الإجراءات كلها بتعملي على البوابة حاجز قبل مسؤولة عن المكان المسؤولة عن المكان مش موجود النهار ده يا فندي فهو مكلفني إن أبقى موجود هو إن شاء الله موجود من بقر خلاص ماشا إيه الإجراءات اللي بتبع على البوابة؟ البطاعة بتاعت حضرتك والمدام ماشا طبعا بطاعة المدام بكتب فيها اسمك ماشا تمام عشان بقاش إيه كوين مغلططة طيب خلاص أستاذبينا على البوابة خلاص الإجراءات ده عشان فعلا تعبين ينفع أسيب الشنطة هنا بقى وحد يودهاني عشان خلاص 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 خليها معي أنا أخلط الإجراءات واركعتني ماشا خلاص يحفر خلي دي معاك مربع حاجة يا أستاذ هاخش بقى جوة أوري الأستاذ أنور البطاعة طب ماشي بقول لك أستاذ أنور هومر حضرتك لو أنا عايز حد صاحبي مثلا أنا عايز أوصف له المكان بالتفصيل أقول له إيه المكان بالتفصيل المحافظة اسماعيلية تمام قرية أبو سلطان تمام تمام هو ينزل قريب أبو سلطان وهيجي منها على البحر السلع العلى شاطئ كاليفرونيا يعني في طريق إسمه قصلا طريق الكنال طريق تجيبه ممن أبو سلطان يجيبه ممن أبو سلطان طريق الكنال طب لو هو وقف عند واسط أبو سلطان ولسأل فين أبو سلطان هيشاور له عليه برضو لا هيشاورو له على المكان يعني أبو سلطان أعرب أم filing فاد آارب الطريق الكنال واول شاط ادخله واسمع ان في حد بيدخل باربيعين جنيه سعر دسكارة شمسية الاطفال كدوه والسعر اللي حضرتك لسه يقولي على الشلاهات ده سعر تحفا مفاجئة ويقولك ايه او عسرونه خلي اللي يجي يتفاجئ بي لا هو لو كلمه ما هيتفاجئ بالسعر بالضبط كده اسمه شاط ايه? كاليفرونيا معاني الحاجسة باسمه عليها رحنا كاليفرونيا امت موارتو كاليفرونيا بينا عايز حاجة صونور؟ لا بس اقولك ايه بصراحة كان بمفاجئة بقولك ايه بينا عالشاليبة عشان الشراب مبهد الرجل